واحدة من الأمور اللي أمتلكها في المنزل وكنت مأسسها من زمن بعيد هي السينما المنزلية وودي أتحدث عنها تلاحظون بداية أن أنا وضعت ستاير للسينما حتى تكون لها صورة جمالية مجرد يعني بشكل أيضا تلاحظون أن الشاشة هذه رمادية هي ليست شاشة عادية وسأتكلم عنها ورح أتكلم أيضا عن العارض وكذلك من المهم بالنسبة لي اللي هي السماعات عندي عدة سماعات مهمة هذه السماعات مهمة للصوت حتى يكون مناسب هذا هو العارض وهذا هو الأمبيفاير وعندنا طبعا الديفيديات وغيرها أو البلوراي أول شي بالنسبة للشاشة هذه الشاشة ليست شاشة تلفزيونية هذه شاشة تستقبل الضوء من العارض اللي موجود في الخلف تلاحظون معاي هذه الشاشة عبارة عن شاشة رمادية غامقة وناعمة وهي مخصوص للسينما الآن أشرح شنو فكرة الشاشة الرمادية هذه فايدتها أنها تعكس الضوء بأقوى مما تأخذه من العارض وهذه قد تكون فكرة غريبة نوعا ما كيف تعكس الضوء بحيث يكون أقوى؟ الفكرة أنه توجه الضوء بانعكاس بخط مستقيم إلى الأمام بدل من أن تفرق الآن أنا شغلت فيلم أبلوذين تشوفون الصورة واضحة مع أن الغرفة مضاءة وهذه أحد ميزات الشاشة هذه الآن رح أطفئ الأضواء حتى تشوفونها واضحة الصورة أوضح مع الأضواء مضاءة ولكن لا يزال حتى مع الأضواء تراها بوضوح خلينا نشوف مرة ثانية هذه الشاشة هذه أحد مميزاتها لنرى الفرق الآن بين أن تكون أمام الشاشة مباشرة وبين أن تكون على الجانب إذن الفارق بين الجانب وأمام الصورة والوضوح وشدة الإضاءة فالضوء يتجمع إلى الأمام طبعا هذا النوع من الشاشات مكلف جدا وتقريبا هو في حدود 3600 دولار مكلف فإذن من يحب السينما ويحب الأشياء هذه مثل أنا يستطيع أن يشتري هالنوع من الشاشات أو الأرخص حتى لا تحتاج إلى ذلك كله كل ما تحتاجه هو حتى أن تصبغ الحائط باللون الأبيض ويكفي ذلك وقد فعلت ذلك أنا بداية قبل أن أضع هذه الشاشة وكان ممتاز لاحظ أيضا معاي اللي هو الإطار إطار الشاشة أسود ليش لأنه أنت تريد أن تحكم الصورة من الجوانب كلها كما تضع الإطار الأسود حتى لو خرجت الصورة إلى الأعلى في المكان هذا ستنقطع هناك في الأعلى هذا كان بالنسبة للعارض أنا سابقا كان عندي هذا العارض من باركو وهو مكلف جدا والآن استبدلته هذا هو العارض مرة أخرى من باركو لكن خلاص لم أعد أستعمله لأن أصلا مستوى لا يصل إلى البروجكترات الحالية الآن البروجكتر اللي أستخدمه هو هذا وهو من باناسونيك قيمته 2400 دولار بالمقارنة هذا اللي هو من باركو كان تقريبا قيمته 9000 أو أكثر أو حتى 10,000 دولار أما هذا فهو مخصص للسينما وتستطيع أن تشتري ما هو أرخص من ذلك وتعرضه في البيت عندك بدلا من هذا القريب من الاحترافي تلاحظون أني رفعت البروجكتر إلى الأعلى وضعته على قاعدة حتى إذا وقفت لا يسقط الظل على الشاشة هناك مواصفات للبروجكتر لا تستطيع أن تختار أي شيء وترى صورة ممتازة ولكن لن أدخل في هذا الموضوع الآن نأتي إلى السماعات الآن أنا عندي خمس سماعات 5.1 عفوا وهي ثلاثة في الأمام وثنتين في الخلف وهنا عندي سماعة واحدة في هذا المكان وسماعة أخرى في الخلف هذين وأيضا عندي السبوفر هذه اللي هي عادة 10.1 تلاحظون أن السماعتين سماعة على اليمين سماعة على اليسار سماعة في الوسط سماعة في الخلف على اليمين سماعة في الخلف على اليسار السبوفر هذا يكون عادة في أي مكان في الغرفة لا يهم لأن ترجداتها منخفضة فلا يهم أين تضع هذه السماعة موضوع الصوتيات أيضا هو موضوع طويل ويحتاج إلى شرح أنا كنت أشرحه من ضمن مادة في الكلية فأعطيكم نبذة عن الأفكار أريد أن تضع فيها سماعات للسينما المنزلية الطول والعرض لابد أن لا يتساويان مهم جدا حتى لا يصير رزنانس في الصوت يعني إذا كان عرض الغرفة خمسة أمتار فلا يكون الطول مثلا خمسة أيضا ستة سبعة ممكن ولكن لا يتساويان وكذلك السماعات السماعات أنواع وفيه أشياء مكلفة وفيه أشياء رخيصة يعتمد على حسب النوع اللي أنت تفضل لكن الأغلى هو الأفضل طبعا قاعدة الأغلى هو الأفضل يعني بشكل عام وليست دائما بهذا الشكل إذن السماعات بحسب ما أنت تريده ولكن يجب أن تعرف كيف تختار السماعات هناك أجزاء للسماعة السماعة ليست بسيطة لاحظ معاي بالمثال فيها تويتر فيها مد رينج للصوت الوسط وفيها أيضا سبوفر موجودة هنا تحت في الأسفل طبعا هذه يسمونها تويتر وليس تويتر حتى لا تتخبضون تويتر للصوت العالية أو الترددات العالية وأيضا السماعة اللي في الوسط يجب أن تكون سماعة مناسبة والصوت ممكن يطلع غير مناسب يسمونها مفلد الآن أنا أتكلم بصوت غير واضح الصوت حينما يكون غير واضح يكون بهذه الطريقة يسمونها مفلد كأن يوضع يدي على فمي فما تسمع الصوت واضح هناك في من الناس من يشتري من سماعات بوز وهي ممتازة ولكن لا تصل إلى مستويات سماعات الأكفأ والأفضل في عالم الصوت وأيضا هناك الأمبلفاير وهو الذي يوزع الصوت على السماعات ويعتمد على حسب غلاءة ونوعة الأمبلفاير الذي لدي الآن هو يماها كان عندي عدة أمبلفايرات أخرى من شركات أيضا هارمن كاردن مثلا كانوا ممتازين ولكن هذا أيضا ممتاز الآن لنأخذ نبذة من الفيلم حتى نشوف شلون صاير مع الصورة والصوت لن تسمعوه بنفس الكفاءة ولكن أيضا أن أذكر أن عندي كراسي يعني لو تلاحظون في الغرفة الكراسي بحسب الشكل اللي أنت تشتهي يعني تضاحها إذن هذه هي فكرة السينما السينما ممتعة جدا وتستطيع أن تخلو بنفسك وتشاهد متما تشاء تدعو الأصدقاء وتجلس معهم وتستمتع بمشاهدة الأفلام هناك عدة طرق للحصول على الأفلام ولكن هذا ليس موضوعنا يكفي أن حبيت أوريكم جولة عن سينمتي سينمتي